اشتركوا في القناة بحفلاته للعودة للغناء محمد رمضان يغني ويرقص على سيارته مع الجمهور في رود الفرق صاحب مطعم البرنس يهدد بمقاداة محمد رمضان الكاميرات عندي وهاخد حقي السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شرب لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمون بلايك اسفل الفيديو حتى نستطيع ان نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك لو متعاطف مع عشرف او اليسر فلا تنسى ان تضغط لايك اسفل الفيديو فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الواقع ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول محمد رمضان يغني ويرقص على سيارته مع الجمهور في رود الفرق التفت جمهور النجم محمد رمضان حوله في منطقة رود الفرق بشبرع اثناء تواجده هناك حيث صعد رمضان فوق سيارته وغنى ودقص مع معجبيه مما تسبب في ايقاف المرور في الشارع حيث تعد هذه المرة ليست الاولى حيث اعتاد على التفاعل مع معجبيه في اي مكان يتواجد فيه سواء كان لتصوير عمل او المرور من منطقة او شارع ما وينتغل محمد رمضان حاليا بتصوير مسلسله الجديد البرنس تصوير واخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان نور اللبنانية واروغينا واحمد زاهر ونقلاء بدر وادوارد ودين عبدالعزيز وعبدالعزيز مخيون وريم سامي واسلو عثمان ومحمد علاء وصفاء طوخي ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم ايهاب واحمد داش وعدد اخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وشهد اليومين الماضيين شاعات حول السبب وراء الغاء فقرة محمد رمضان الغنائية في كاس السوبر المصري بين الاهل والزمالي والمقرر اقامتها بعد غدا الخميس في الامارات حيث تم الاعلان منذ فترة عن احياء رمضان للحفل وفجأة تم الغاء الفقرة الخاصة به واستقويل حول حملة مقاطعة محمد رمضان هي السبب الا ان رئيس اللجنة المنظمة اكد ان السبب وراء الغاء فقرة رمضان هو وجود عشرة دقائق فقط للفقرة وهي قليلة على حجم ونجومية وشعبية النجم المصرية اما بالنسبة لقصة محمد رمضان مع الطيار الموقوف عن العمل فشهد التطورات في الساعة الماضية بعد تحرير هذا الطيار بلاغا للنائب العام اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع الانترنت تمس وتسيء الى سمعته وشرفه وقال البلاغ الذي حمل رقم عشرة الاف وثلاث وخمسين عرائد النايب العام ان الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلات شبكة الانترنت بطريقة تؤدي الى توجيه الجمهور والرأي العام الى المساس والاساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار اشرف ابو اليسر وانه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ تسعة ملايين ونصف والاستهزاء به اثناء تصويره احد اعماله داخل المستشفى محمد رمضان لجمهوره بسببكم برضو بتحارب هذه الحرب الممنهجة من معظم الاتجاهات وجه الفنان محمد رمضان رسالة الى جمهوره قائلا الى اهلي وناسي انتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لاني بعتبركم زي علدي زي ما بعرف امي ان اشتريت حاجة بحبها لان انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي وتابع في حسابه على فيسبوك وبسببكم برضو بتحارب هذه الحرب الممنهجة من معظم الاتجاهات والسبب هو انه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية واردف والمقصود من الحرب دي الفتنة بيني وبالرزق ربنا لي وهو انتم زي توقيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان اصد فيه اني مش اي حد يغلط يتم ايقافه مدى الحياة العقوبة فعلا قاسية جدا انما مش اصد الطيار خالص والدليل ان كل الطيارين اللي سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت على السوشيال ميديا لم يتم ايقافهم اسبوع واحد حتى ومع ذلك لما شفت انكم فهمتم كلامي غلط حدفت برضو احتراما لكم ثقتي في الله ثم فيكم ان الظلم لا ينتصر ابدا ثقى في الله نجاح الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساء لسموعاته وشرفه في بلاغ للنائب العام حرر الطيار اشرف ابو اليسر المعروف اعلاميا بالطيار الموقوف بلاغا للنائب العام اتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على مواقع الانترنت تمس وتسيء الى سمعته وشرفه وقال البلاغ الذي حمل رقم 10,053 عرائد النائب العام ان الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلا شبكة الانترنت بطريقة تودي الى توجيه الجمهور والرأي العام الى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار اشرف ابو اليسر وانه ادهع عليه بمطالبته بمبلغ 9,5 مليون والاستهزاء به اثناء تصويره احد اعماله داخل المستشفى وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اجلت الدعوة رقم 119 لسنة 2020 المقامة من البحامي مجد حلمي وكيل الطيار اشرف ابو اليسر ضد الفنان محمد رمضان والتي يطالب فيها بطعويد موكله بمبلغ 25 مليون جينيه عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء قيام الفنان محمد رمضان بنشر صور له داخل قمرة الطائرة التي يقودها الكابتن اشرف ابو اليسر مما عرضه الوقف مزاولة المهنة مدى الحياة لجلسة الاربعاء السادس والعشرين من فبراير لحضور محمد رمضان او من يمثله قانونا بركات يرد على انباء غضب محمد صلاح ويؤكد طبيب ليفربول سبب استبعاده من منتخب مصر اكد محمد بركات مدير منتخب مصر ان التقرير الطبي الذي تسلمه محمد ابو العلع طبيب الفراعنة من نظيره في ليفربول جاء فيه ان محمد صلاح لن يكون جاهزا سوى 30% من قوته واضاف بركات خلال الصدافاته ببرنامج البريمو المذاع عبر قناة تين اليوم طبيب ليفربول اخبرنا ان مشاركة محمد صلاح مع المنتخب سيكون بها خطورة على اللاعب قد تودي الى اتفاقم الاصابة ما ادى الى اجماع داخل الجهاز الفني بعدم تواجده بمواجهتي كينيا وجزر القمر وردا على الاقاويل التي تتردد بشان حزن محمد صلاح من المسؤولين عن الرياضة في مصر قال بركات هيكون زعلان من مين كل المتواجدين حاليا جدد هل هو حزين مني مثلا بالعكس سيكون متواجدا خلال الفترة المقبلة وهو نجم كبير ونصعى للحفاظ عليه لانه يشرفون امام العالم جماهير ليفربول تعلن غضبها من اداء محمد صلاح وتطلب الاستغناء عنه حالة من الغضب الشديد انتبت عددا من جماهير ليفربول الانجليزي تجاه لاعب الفريق محمد صلاح بسبب تراجع ادائه خلال المباريات الماضية وكان اخرها الاداء المتواضع الذي ظهر به صلاح امس امام نورت سيتي والان اعزائي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال واتمنى منكم المشاركة بارايكم في التعليقات هل يعود محمد صلاح الى مستواه والتهديف من جديد لا تنسوا ان تشاركوا بارايكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة